اشتركوا في القناة عدل الدخول إلى موسم الفصحي قدسك أرشليم لها معاني كثيرة طبعا المعنى الحرفي مدينة أرشليم اللي في القدس هي أرشليم السمائية ملكوت السموات أرشليم النفس البشرية وآيات عديدة زي ما في الكتاب المقدس البسي ثياب جمالك يا أرشليم بيكلم النفس البشرية تلبس ثياب جمال القلب فقلب الإنسان أيضا أرشليم أرشليم فالصعود إلى أرشليم طبعا الكل بيعرف إيش اللي صار للصعود من أجل ترتيب الصعود قال الاثنين من تلميزه اذهب إلى القرية هتلاقوا أتان وجحش بن أتان حلاهما وأتيان بهما حلوهم لأنوا مربطين وهتوهم وإن قال لكم أحد لماذا قول له الرب محتاج إليه في إنجيل متى الرب محتاج إليه عملوا فعلا راح ولو أتان وجحش بن أتان ركب على واحد منهم والمدينة كلها طلعت لما عرفوا أنه جاي أرشليم المدينة كلها طلعت عشان تستقبلوا وهذا دخول هذا يسمى في الحياة الروحية الدخول للانتصار فبدأنا حديثنا أنه لازم أكون في الكنيسة في جميع صلوات وإسبوع الألام ضمن الحشد تعالوا نذهب معهم عشان الدخول المسيح طالب يدخل إرشليم النفس البشرية بده يدخل القلب طب ليش بنقول لازم نكون متواجدين في الكنيسة ليش خد أتان وجحش بن أتان يعني مكفاية واحد يقال في العهد القديم أن العريس وهو ذاهب لكي يحضر عروسه يأخذ معه أتان وجحش بن أتان ليش عشان لما يروح يأخذ العروسة من بيت أهلها تركب هي على الجحش بن أتان طب إيش معناتها دي معناتها المسيح رايح أرشليم أرشليم بقى بالمعاني كلها نعم رايح أرشليم الكنيسة يأخذ عروسه عروس المسيح هي الكنيسة زي ما قلتك تفضلت فهذا الدخول الانتصاري برضو أرشليم هي الكنيسة الأرضية نعم وين رايح؟ رايح أحضر أداس بدي أتناول أرشليم نعم وانت في البيت بقى وقف تصلي تقرأ الكتاب المقادر ايش بتعمل؟ أنا في أرشليم معه في تواصل بيني وبين أرشليم السمائية الدخول الانتصاري يوم أحد الشعنين الشعنين هذا المدينة كلها طلعت لدرجة يقول في متى 21 ولما دخل أرشليم ارتجت المدينة كلها نعم كلها صغار وكبار وكل واحد ابتدى يتصرف بعفوية لدرجة اللي ما لحقش يجيب الشعنين يطلع فوق النخل ويجيب قلب النخل من فوق رح شلحين الأمصان وفرشوها على الأرض الكتاب المقدس بيوصف وصف تفصيلي عن كيف نسمح للسيد المسيحي لعلمجد أن يدخل أرشليم الداخلية أرشليم القلب